اشتركوا في القناة الاعلامي الايطالي فابريزيو رومانو المختص في اخبار الانتخالات اكد ذلك موضحا ان البارسا يبدو الاقرب لضم مزراوي الذي ينتهي عقله مع فريقه ايكس امستردام الصيف القادم وفضلا عن برشلونة يعد مزراوي مطلبا لعدد من كبرى الاندية الاوروبية بينها ايسي ميلانا الايطالي وبوروسيا دورتموندا الالمانية الى تونس حيث تعاقد فريق النجم الساحيني مع المدرب لسعد جرد الشاب لقيادة الفريق خلفا للفرنسي غوجي لومغ الشاب سيقود فريق النجم غدا في مبارسه ضد الاتحاد المنسيري لحساب الجولة العاشرة من الدوري التونسي وكانت اخر محطس تدريبية للشاب قبل اشرفه على النجم قيادته لفريق الرجاء البيضاوي بلا تتويج بلقب كأس الكاف وايضا كأس محمد السادس للاندية الابطال كرة القدم الاوروبية اللحظة وحدث منافسة دور ابطال اوروبا مساء اليوم يتم التعرف على اول متأهلين لدور ربع نهاية ارقى البطولات الاوروبية للاندية من خلال اجراء اول لقائين عن اياب دور الثمن ليفربول الانجليزي معززا بفوز الدهب بهدفين نظيفين يستقبل على ملعبه انتر ميرانا الايطالي وباير ميونيخ الارماني الصديف وريدبول سالسبورغ النمساوي لقاء الدهاج بين الفريقين الى التعادل من دون اهداف قراءة في هذين اللقائين في تقرير الزميل يوسف شاطر ليفربول مع افضلية مهمة يعود لملعبه الانفلد رود من اجل حسم امر التأهل الى الدور ربع نهائي من مسابقة دور ابطال اوروبا امام انتر ناسيونال ميلانو الايطالي من المرتقب اللا يعاني كثيرا الفريق الانجليزي فوزه ذهابا بهدفين في سانسيرو قربه من التدأهل بينما تصريحات مدرب الانتر سيموني انزاكي حول امكانية تجاوز تأخره ذهابا تركت شيئا من الامل لدى جماهير نيراتسوري التي تحتاج الى افضل نسخ الارجنطيني لوطارو مارتينيس والبوسني دينجيكو نهاية الاسبوع تألق هذا الثنائي امام سالر نيتانا واوقف سلسلة سلبية دون فوز دامت لخمس مباركات وفي نفس توقيت هذا النزال ريدبول سالسبورغ نمساوي يبحث عن تحقيق المفاجأة وهو يحل ضيفا على باين ميرخ الالماني نتيجة الذهاب التي انتهت بالتعادل الايجابي هدف لمثله تفتح الباب امام سالسبورغ من اجل المناورة من جانبه العملاق البفوري السعيد ماليونير الذي تعافى من تبعات تدخل جراحي سابق اما ابرز الاخبار المتعلقة بهذا الدور هل يلحق كيليان مبابي بمباراة باريسان جرمان وريال مادريد الاربعة كدمة في ساقه اليسرى قد تبعده عن المباراة ما سيشكل دربة موجعة للارجنطيني موريسو بوشيتينو ارتباطا باخبار كيليان مبابي وشكوك لحقه بالمواجات ضد ريال مادريد غدا على ملعب سانتياغو بيرنابيو وسلم باطي رفقة باعتث البي اس جي اليوم الى العاصمة الاسبانية مادريد في وقت صرح فيه مدرب الفريق الفرنسي الارجنطيني موريسو بوشيتينو بان اللاعب في صحة جيدة لكن دون ان يؤكد امكانية حضوره في لقاء الغد من عدمه ويحل فريق العاصمة الفرنسية ضيفا على ريال مادريد باحثا عن الحفاظ على تقدم الدهاب بهدف وحيد مدرب ريال مادريد الاسباني الايطالي كارلو انشلوتيو في المؤتمر الصحفي على همش المباراة اوضح ان خطته للقاء الغد لا تقتصر فقط على ايقاف مبابي صاحب هدف فوز البي اس جي في باريز وطالب انشلوتي لاعبه بتقديم مباراة متكاملة من خلال الدفاع بشكل جيد واللاعب بشكل جيد مع الكرة او بدونها اعلنت محكمة التحكيم الرياضية التاس اليوم ان الاتحاد الروسي لكرة القدم استأنف عقوبات الاتحادين الدولي فيفا والاوروبي ويفا للعب باستبعاد جميع فرقه عن المسابقات الدولية على خلفية غزو بلاده لاوكرانيا طلب الاتحاد الروسي للعب من التاس تعليقة في هذه القرارات بانتظار البت بها بالتالي السماح للمنتخب الروسي بخوض الملحق المؤهل الى مونديال قطر 2022 المزمع قامته نهاية مارس الحال الى جانب المخاطر المباشرة لفرق واندية كرة القدم الروسية يعتبر اللجوء الى محكمة التاس الملادى الاول للروس ضد سلسلة العقوبات التي تعرضت لها الرياضة الروسية منذ الاسبوع الماضي بسبب الحرب التي شنتها